اشتركوا في القناة كتبت العنوان هاد مش لأجل انه والله بدي اجمع لايكات او بدي ادخل الناس غصبت عنهم عشان يسمعوا الاسجيل او الفيديو العنوان اللي انا كتبته هاد عنوين لمقالات وفيديوهات نزلت على اليوتيوب ولأشخاص يدعوا انه عندهم معلومات عن علم الفلك وانه حبوا يخوفوا الناس وينشروا اشاعة لاجل جمع اللايكات والمشاهدات والاستخفاف في عقول الناس وهدولا دخلين على علم الفلك ما لهم اي علاقة في علم الفلك لا علم الفلك الحقيقي او الاكاديمي اللي يدرس بالجامعات ولا علم الفلك اللي احنا بنشتغل له الاسترولوجي والعلمين للعلم يعني معلومة اي انه العلمين العلم الاكاديمي والعلم اللي برضو احنا بندرسه اصبح اكاديمي الان يدرس برضو بعض الاكاديميات وبعض الجامعات بيمشوا على نفس الجداول بيمشوا على نفس الخارطات الفلكية بيمشوا على نفس القوائم الفلكية لحركة الكواكب ما في اي اختلاف بيننا وبينهم ولا باي شيء الا انه احنا منسقط هاي الحركة الفلكية منسقطها على البشر وعلى الكون جمالا وعلى الدول هم بنفوا هذا الشيء احنا ما يعني مش بصدد انه ندخل بنقاش عشان نحدد ايش الصح وايش الغلط ولكن للأيام القادمة ان شاء الله رح نعمل حلقة ونشرح فيها عن النقاط وايش احنا منتلاقها في ايش ومنختلف في ايش طبعا اللي ما بيحب يسمع الفيديو او يتابع الفيديو او يفهم احنا كيف منشتغل لانه هذا رح انا اشرح فيه كيفية احنا كيف منطلع بالبيانات هاي بقدر عادي يسكر الفيديو ويكبس اللايك ويحكي انه استغفلني ودخلني اما اللي حاب يستفيد ويفهم ويعرف تأثيراته برضو ايش هي يكمل معنا لاخر الفيديو ومش رح يندم يعني مش رح يضيع ايش كتير من حياته وبالعكس معلومات رح يستفيد منها كل عام كل عام بصير فيه عنا احنا كسوف وخسوف مرات بصير في عنا كسوفين وخسوفين مرات بصير عنا خسوفين وثلاث كسوفات مرات بصير ثلاث كسوفات وكسوفين يعني ما في اشي جديد من بداية الخليقة لليوم وهي الحادثة بتتكرر نفسها نفسها اللهم انه الكسوف والخسوف ممكن انه يصير فيه برج معين على درجة معينة لما يصير فيه كسوف بتبعوا بعد اسبوعين مباشرة في البرج المقابل تماما خسوف هاي القاعدة الاساسية في العلم الفلس السنة هاي اللي هي الالفين وتسعة عشر اه صار في عنا اه ثلاث كسوفات او هذا الثالث اللي يصير يعني كسوفين وخسوفين والكسوف الثالث اللي بدو يصير والخسوف اللي بدو يصير في بداية السنة يعني بعد اسبوعين من تاريخه من ستة وعشرين الشهر بعد باسبوعين في خسوف راح يصير راح يصير في السرطان مقابلو يعني لما نيجي نحكي في بداية السنة في ستة واحد صار فيه كسوف جزئي في برج الجديد وبعده باسبوعين تقريبا برضو اه في واحد وعشرين واحد صار فيه خسوف كلي في برج الاسد وفي اثنين سبعة صار كسوف كلي في السرطان وفي ستتاش سبعة صار فيه خسوف للقمر ايضا في برج الجديد اما الكسوف الثالث فسيكون هو المنتظر اللي هو يوم ستة وعشرين اتناش في برج الجديد هو كسوف حلقي يعني مش انه اول مرة بصير ولا اخر مرة راح يصير انه لما بصير عملية الاقتران ما بين الشمس والقمر يعني بصيروا في مرتبة واحدة فانتي لو حطي الدائرتين بالشكل هاد ويربط هاي هيك شوي بتلاقي انه الدائرة اللي على الجهة هاي صارت واضحة واللي حواليها زي ما انتو شايفين على الكاميرا انه دائرة الاسبع اللي وراها هاي صارت واضحة القمر بعمل كسوف كامل يعني بيقترن وبسوي كسوف كامل ولكن بكون حجمه اصغر من قرص الشمس فبتسرب اشعة من حوالين اطار الشمس بيطلع فيه شعاع حلقة بنسميها فيه علماء بسموها حلقة النار وفيه علماء بسموها حلقي باختصروها يعني احنا من بداية السنة لما مننزل الكشوفات الخاصة فينا على اساس انه احنا نطلع على احداث السنة كاملة نكتب توقعاتنا بنشوف احنا امتى بدو صير كسوف وامتى بدو صير خسوف ومنكن عارفين هذا الحكي يعني لو بدك تعرف انتي لبعد الف سنة الان بالعلم الحديث بعد الف سنة اي امتى رح يصير فيه كسوف او خسوف حلقي عادي جدا تدخل على موقع ناسا بتنزل الجذاول لبعد الف سنة او بتكتب انتي عن عن الكسوف بعطوا تاريخ والوقت والمكان والدرجة والزاوية والبدقة متناهية جدا جدا بعطيك احنا جداولنا زي ما انتو شايفين هاي عندي انا جدول هذا هي انا فتحت الكومية الجدول هاد بدل بيقول لي انه هو في خمسة ساعة خمسة وثلاثة عشر دقيقة في توقيت جرينيتش صباحا يعني اللي هي في لحظة ما قبل شروق الشمس بالنسبة لتوقيت الاردن بتكون اللي هي بداية ذروة الكسوف على موقع ناسا بعطيني يا لأ مثل الصورة اللي انتو شايفين ها الان بعطيني اياها انه الكسوف راح يكون اه خمسة واربعة عشر شو الفرق الثاني هاي هي فرق اجزاء من الثاني اللي هي اللحظة اللي اساسا بيبلش يكتمل فيها الكسوف لحديث ما يغلق مية بالمية لاغلاق الكامل بيبلش ومن خمسة وثلاثة عشر ثاني خمسة وثلاثة عشر دقيقة وبعدها بدخل لمرحلة اللي هي الدخول الكامل اللي هي بيصير على ساعة اه خمسة واربعة عشر دقيقة وستة وعشرين ثاني بيستمر باغلاق المحكم هاد الدائرة للكسوف اللي هي لساعة خمسة وسبعت عشر واثنين وثلاثين ثاني ستة وثلاثين ثاني عطول هذا الكسوف بدي يصير في اه المنطقة الواقعة ما بين استراليا وما بين اليمن يعني بالمحيط شوفوا معي الصورة هاي رسمين الصورة هاي حاطين الخط الاحمر هاد بيبين مسار الكسوف من اول ما يبلش اول درجته لا غاية ما تنتهي في اخر درجة له فمنشوف احنا انه شيء مرسوم حتى مساره واضح طبعا الناس اللي ما عندهم علم بالقرائط راح يشوفوا الموضوع انه موضوع صعب يعني احنا شو بفهمنا في هذا الاشي اللي انت حطتنا اياها او الصورة هاي اللي انت حطتنا اياها فانا هاي حطتلكوا صورة ثانية الصورة الثانية هاي بتحكي عن الخط الكسوف مرسومة على جوجل برضو هاي من موقع ناسا مش من عندي يعني مش انا اللي رسمها اه متفاوتة يعني عم اعطيني نقطين انه هون ببلش وهون بنتهي يعني هاي بدايت وهي نهايت وهي مسار الخط تبعه لحد يتما يتجه هو باتجاه اه المملكة العربية السعودية طبعا في هاي اللحظة نقدر نحكي احنا انه المناطق هاي اه هي اللي راح تشوف الكسوف فمنحكي انه هذا الكسوف الحلقي راح يكون مرئي في اجزاء من المملكة العربية السعودية اللي هي خصوصا المناطق الجنوبية اه الامارات اه العربية المتحدة سلطنة عمان الهند قطر سريلانكا ماليزيا اندونيسيا سنغافورا او ما كسب ماريانا الشمالية او مغوام او او مش تشوف اني انا ادخل في حجم عويص عشان انا ارعب الناس وانشر اشاعات بين الناس وهذا ببدأ الكسوف زي ما حكينا احنا خمسة وثلاثة عشر وبستمر لغاية خمسة وسبعة عشر ونص ستة وثلاثين ثانية الآن بالنسبة للأردن مثلا فلسطين سوريا لبنان هدولا جزء من مصر جزء من السودان هدولا ما بيشوفوا الكسوف كامل يعني ما رح يبين الكسوف الحلقي كامل لا هم رح يشوفوا كسوف جزئي في لحظة شروق الشمس بالضبط يعني الشمس وهي بتشرق تشرق ناقص منها جزء لأنه بكون بنتهي الكسوف خلاص في آخر مراحل الكسوف بدو ينتهي فبنشاف الطريقة هاي هسا الدول الثانية مثل شمال افريقيا ليبيا تونس الجزائر المغرب ما رح يشوفوه ولا حتى جزئي طيب استفازني انا من الموضوع هاد انه كثير من المتابعين سألوني قالوا لي انه انت نزللنا عن الكسوف حكينا عن الكسوف طبعا كثر ما هم قرأوا وشافوا اشياء مرعب جدا على المواقع على بعض الفلكيين طلعوا واشياء عن تسنامي واشياء عن فيضانات وطوفان بدو يغرق الدنيا كلها وعتمي ثلاثة ايام بدها تكون مظلم الدنيا فيها بسبب هذا الكسوف الحلقي انفجارات نجمية وكونية وبدها تساقط وممكن تقوم القيامة كمان من وراها يعني سمعت الكلام هاد شفت الفيديوهات ما قدرتش اكمل لانه يعني اللي بعرف غير عن اللي ما بعرف فاستفزني الموضوع اني انا اطلع في هذا الفيديو على اساس انه انا ابيين النقاط هاي وايش النقاط اللي احنا منستند عليها وكيف احنا منحلل الامور هاي هسا في علمنا معروف انه خسوف الشمس وخسوف القمر امران سلبيا في هاي الفترة بنشعر الضغط بنال مننا وبنال من قوتنا ومن قوت شخصيتنا بنفقد السيطرة على عواطفنا الطيور في السماء والاسماك في البحر بتفقد البوصلة تبعتها يعني بصير في عندها خربطة في الاتجاهات بصير فيه نوع من البلبلة يعني فيه فترة الكسوف دائما احنا منحكي فضل الامتناع عن اتخاذ اي قرار هام اللي بتعاد عن اي التزام والامتناع عن شراء اي حاجية ثمينة طاقتنا بتصير ضعيفة شوي بنصير اكثر عرضة للمرض بس مش مع انا هانو مرض انا بداي دخل بمرض عضالي يعني ممكن مفلونزا ممكن مهن بالعظم ممكن مغص ممكن صداع اي شيء له علاقة بالضغط اي شيء له علاقة بالسوائل ولكن بالفترة هاي لانو برضو السوائل بصير فيها خلال فانحنا منحكي انو ما نقول يعني لو اذا في عملية جراحية تتأجل بيكون افضل حذر من الادوات الحادة الكحوليات لانه اساسا بيكون الواحنا ما في عنده تركيز فهاي كمان بتفقد التركيز كيف يعني بدأت اجتمع الامور مع بعض فترة الكسوف غير مناسبة لمنافسات الرياضية بالنسبة للتأثير السلبي للكسوف يعني مش هالشي يعني صار الكسوف يابلو بيوم يومين وبعدين بثلاث ايام وبعدها خلص نفضل الموضوع يعني خلصنا من الموضوع شو تأثيره على الابرج الحمل بأثر على المركز الاجتماعي والعلاقة مع المسؤولين التور بأثر على السفر والاتصالات البعيدة والامور القضائية الجوزاء الأموال المشتركة السرطان بأثر على الشراك المالية والعاطفية الأسد بأثر على الصحة والعمل العذرة العلاقة مع الأحبة مع الأولاد كمان الميزان بأثر على الأمور البيتية لأنه هيك بالجدي معناته البيت الرابع لا إله يعني الأمور البيتية والعقارات والعقارية والعائلية العقرب السفر داخل المدن علاقتهم مع الإخوة ومع الجيران القوس الناحية المالية الجدي بدهم يديروا بالهم لأنه عندهم وخصوصا لهم إحنا بنحكي الدرجة رقم سبعة رقم أربعة اللي بدوا يصير عليها الكسوف فهذولا يعني الموليد اللي هي العشرية الأولى الثلاثة أيام هذولا أكثر ناس بدهم يحافظوا على سمعتهم بدهم يحافظوا على إنجازاتهم يعني إذا فيه إشي هم عاملينه أنه خلص يحافظوا عليه ما يكملوا فيه أجله لحد ما ينتهي هذا الكسوف وتأثيراته بثلاثة أيام وبعدين بكمل المعاملة تاعته الدلو التعامل مع المؤسسات الكبيرة تقديم طلبات أو مقابلات أو أشياء مثل هيك برضو نفس الشي الحوت النشاطات الاجتماعية والصداقات ممكن تأخير ممكن تأجيل ممكن مصير مشاكل فهم تتطور إلى مشكلة فعشان هيك يعني نقول إنه ما بنقول للناس يقعدوا في البيت وما تتحرك وعيشوا حياتك ولكن الشغلات المهمة انتبهوا لها وانتبهوا منها وإذا فيه إشي مهمة كثير أجلوه بس هذا هو أكل للموضوع بتمنى أني أكون أنا بتمنى أني أكون أنا وصلت لكم الصورة بشكل واضح بتمنى أني لبيت الطلب واجتهدت بمعلومات بسيطة أو بتبسيط للموضوع على أساس أنه الكل يفهم الموضوع مش معقد كثير سهل جدا ولكن أنه بحاجة لدراسيين فأنا حبيت أني أشرح لكم ياها بالنقاط اللي أنا حكيتها إن وفقت فهذا من الله مش مني وإن ما وفقت فهو مني أنا أنا اللي ما معرفت إش أوصل المعلومات سامحوني احترامي لكم وبتمنى أنه تسامحوني على المقدم اللي أنا عملت أو الغلاف في تبع الفيديو اللي أنا حطيته ومنحكي حسبنا الله ونعم الوكيل برضو آخر عبارة أنا كتبتها لأنه فعلا حسبنا الله ونعم الوكيل كل شخص بحاول أنه يضل للناس ويضل للأمها لأجل منفعة لو بفلس واحد استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه سبحانك اللهم بحمدك استغفرك وأتوب إليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رضى الله ورضى الوالد أتركك في رعاية الله وحمده